ما تركتوا من خير إلا وتقللتكم عليه بس واضح إن الشدة ما تنفعش في الدين ده وما تنفعش في التربية وعشان كده يجي غلام لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقلوا يا نبي الله أتأذنوا لي في الزنا فصاح الناس برسول الله أهودوا لبتوع الشدة إيه اللي انت بتعمله ده إيه إنت لو متصور إيه اللي بيحصل في حياة الصحابة إيه اللي انت تجرؤ اللي انت تقولي الكلام ده لحضرت النبي وفين الأدف وفين الأخلاق حضرت النبي معنش كده حضرت النبي فقال له بكل رفق وحنان إيه اللي حاصل بقى أنا قربوه شوف حضرت النبي قال ليه اللي انتوا قاعدين بتهزقوه ده قربوه تعال مش يبعدوه تخيل كده هو جاي أنا عايزك بنت تتخيل هو جاي بيقرب من حضرت النبي هيعمل فيه إيه هيضربني هيجلدني فرح حضرت النبي مش مش قاله قربوه يعني إيه سبوهولي يعني بعيد وبعيد عنه فلما اقترب من رسول الله الصالح قاله ادنوا مني قرب مني عشان إيه وكأنه بيكلموا إيه بيكلموا كلام الود كلام الأسرار كلام المحبة فقال له ادنوا مني حتى جلس بيناه داي رح قاعد من بين إيدان حضرت النبي وانا وكأنه أرى حضرت النبي وهو مقرب منه كده قال أتحبه لأمك فقال لا شوف باه حط هو انفعل وإيه اللي حاصل بقى حس بقرب حضرت النبي اشتركوا في القناة